بسم الله الرحمن الرحيم يقال أن أحد أهل العلم جاءه شخص هذا الشخص عبد مملوك طلب منه أن يكلم مولاه في أتقه يقول لكلم مولاي يعتقني قال زهن مرت الأيام والليالي أسبوع أسبوعين شهر ماكو خبر إلى أن مرت يقال هذه قصة الحين إحنا القصة متهمنا يهمنا المغزى مرت سنة بعد سنة المولى جاء قال للعبد أنت حور أي مناسبة ليش قال والله البارحة هذا العالم الفلاني صعد على المنبار وحثنا على العتق وقال العتق زين وكذا وإلكم أجر وثواب فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة زين خلص صار حر جاء إلى العالم إلى هذا الشخص سأله أنه أنا قبل سنة قلت لك بهالموضوع ليش أخرت القضية هالكثر قال أنا إلى الآن ما أعتقت عبدا ما كنت قد أعتقت عبدا يعني ما مسويها للقضية فأصعد على المنبار وأحث الناس على شيء اللي أنا ما مسوي يعني لو واحد قام لي يقول لي شيخنا أنت فاليوم أعتقت عبد شي أقول له أقول له لا ما أعتقت يقول إذا أنت ما سويتها ليش تقول للناس أفعلوها فأنا بهالسنة صرت أجمع دينارا بعد دينار إلى أن صار عندي سعر ثمن عبد رحت اشتريته أميس وأعتقته وبعدين صعدت المنبر وقلت للناس هذه فيها مغزع القصة وهو أن الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر المفروض أن يكون هو فعلا ملتزما المفروض يعني شنو يعني ما يجوز له ما يجوز له يأمر وينهى إذا لم يكن هو ملتزما لا يجوز بل يجب عليه لكن حتى يؤثر كلامه مو دائما غالبا إنما يكون التأثير إذا كان الشخص هو مؤتمرا ومنتهيا كان هو إنسانا ملتزما وإلا عادة غالبا لو ييجي واحد الأبو يقول الأهل الأولاد صيروا خوش أوادم وهو مو خوش آدمي يقولوا أخو أنت صير زين نحن نشوف المثل الأعلى نشوف أبونا شي يسوي إذا أنت ما تلتزم كيف يلتزم الأبناء قلت هذه مو قضية كلية كثيرا ما ترون الأب خيرا والأبناء ليسوا كذلك وبالعكس تشوفون الآب الأم وناس غير ملتزمين الأبناء ناس أخيار ملتزمون وهذه موجودة بكل زمان ومكان أنا أحيانا يمرون عليه بعض الشباب يعني أولاد أبو متوفى يقول لي أبوي توفي ما كان يصلي وما كان يصوم الحين هذا الولد خير متدين قاعد يدور حل يستأجر ناس كذا الولد متدين أبوه ما كان متدين موجود هالوضع وبالعكس موجود هذه القضايا موجودة دائما ف قالوا هاي لطيفة قالوا إجا واحد للعالم قال له هذا ابني ما يصلي قال قل له قتله قال قتله وما يرضى ما ينفع وياه صيح بي قال صحت بي ما يفيد ضربه قال ضربته ما يفيد سأله قال له زين عنده عذر عنده شيء قال والله يقول ما دام أنت ما تصلي أنا هم ما أصلي فجاي يشتكي عند العالم أنه ابن ما يصلي هالشكل وضع هم موجود حتى يكون الكلام مؤثرا وارد المعنى الكلام أو الكلمة إذا خرجت من القلب دخلت إلى القلب وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان حدها الإذن وانتهت القضية فإذا كان هو فعلا إنسان ملتزم هذا نوع هذا نوع من النهي عن المنكر هو يصير ملتزم فيصير سبب في أن أن غيره اللي يرتبطون بي يعني أهل غيرهم يصبحون كذلك بلا أن يقولهم ممكن وما تكلم ولا كلمة في مضمون رواية عن الإمام الصادق عليه السلام كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم يعني مو بس حتي تقولوا لهم للناس أنتوا صيروا خش ناس أيها الموالون الشيعة الناس الآخرون عندما يرونكم أناس ملتزمين ما تخالفون الأصول تأدون للآخرين حقوقهم هم حينئذ رح يحترموكم ربما يميلون إليكم أما وهذه قضية ترى موجودة تلاحظوها الآن مثلا كثيرا ما وناس يجون يرحون إلى بلاد كفر يجي يحتي كلام يقول ذولاك ناس ملتزمين لا يسوون كذا وإحنا جماعتنا المسلمين تعال شوف شي سوون كثير منهم فعلا أكوى شكل شيء طبعا ما لحق يعمم المسلمين أن فيهم أخيار وأبرار وذولاك أن فيهم فساق وفجار إلى آخره لكن كثيرا ما هالشكل وضع يلفت النظر أن يقول هذا فلان يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقولهم للناس لا تستغيبون وهو بعدين من يقعد ويا جماعته ما يخلي واحد ما يحتي عليه مثلا يقولهم للناس لا تظلمون وهو ظالم يسوي قضايا في صاحبه يقول لها أنت شلون فلان اداين منك ما ترجع لدينا ذاك يرد عليه يقول لهذا الخادم اللي يشتغل عندك ليش ما تعطي راتبه اشتغل وتعب وكذا ليش ما تعطي تأخره وبأي مناسبة تستدين من خادمك خادمك وتستدين منه هذا فقير جاي منك يريد يجمع لك انفلس روح استدين من ارباب الاموال مو هذا اللي على خمسين ستين دينار لاحق تقول تعال اقرض اياهم واعطي كياها بعد كم شهر ليش هذا قبل ما يخلص الشهر سلم فلوس بيده اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه قبل ما عرق ينشف اعطي اياه قبل راسي الشهر لا تخلي مثلا يظل يفكر وكذا على كل ها الحين نشوف السؤال هو الان نفترض واحد هو مو ملتزم يقول زين انا اعتبر نفسي مو خوش انسان ما امر بالمعروف ما انهى عن المنكر نقول ليش انت ايضا مكلف اذا ما امر ولم تنهى هذه معصية ثانية يعني فرضنا نعوذ بالله الاب ما يصلي يقول زين الحين اقولهم الاولاد يصلون لو ما اقولهم الجواب قل لهم امرهم زين الاية الكريمة اش نسوي لها اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم الاية ما قالت لتأمرون قالت انتوا قاعدت امرون ليش تنسون انفسكم يعني الاية لو قال له لا تأمروا الناس بالبر ما دمتم لا تفعلون تلك قضية اذا فيه احتمال عقلائي السؤال هذا انه هذا يأثر سلبا فليكن هو عليه تكليف لازم يأديه لازم يأديه زين الاية لا تقول لا تأمر الناس بالبر الاية ظاهرها انه انفسكم لتنسوها انتو امروا الناس بالبر لا مشكلة لكن لا تنسوا انفسكم يا ايها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون الحين هاي شنو معناها الآية فيها اكثر من احتمال لم تقولون يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون فيها احتمال الآية الشريفة ان يكون معناها بعض الناس يجي يقول والله انا سويت فلان شغلة كذا اعمال صالحة خير وهو ما مسوي ليش تقولون الشي اللي ما مسوي ما تسووه يعني يصير كذب او حتى لو فرضنا يقولهم اذا كان المقصود بالآية انه ليش تقولون للناس افعلوا كذا وكذا وانتو ما تسوون ايضا الآية الشريفة كأنها تركز على انه انتو لا تنسون انفسكم قولوا لا تمتنعوا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن بنفس الوقت سووه اللي عليكم انتو سووه النظر الى ذاك الجانب الى جانب الالتزام الشخصي لا الى ضرب ونفي جانب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلا هذا تكليف البارحة قلنا هذا التكليف وعلى كل الناس حتى على الفاسق اجلكم الله الخير واجب يعمر بالمعروف وينهى عن المنكر الفاسق هم واجبة هذا اذا ما فعل يقول انا ما قعد اصلي فما رح اقول الاولاد اللي يصلوا انقول اذا ما قلت لهم هذه معصية ثانية انت سويت معصية انك ما صليت اذا ما امرتهم بالمعروف هذه معصية ثانية يقول انا استغيب بعد ما قلهم الاهلي لا تستغيبون انقول لا قلهم اذا ما قلت لهم هذه معصية ثانية تركت النهي عن المنكر اذا هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف لا ربط له بكون الانسان ملتزما او غير ملتزم غايته انه حتى يكون تأثير فعال تأثير اكثر يكون هو ملتزم غالبا غالبا اذا هو ما كان ملتزم التأثير ما يكون كثيرا ليش ما يكون لاحد سببين اما سبب تكويني هناك تأثير الله سبحانه وتعالى يجعله في كلام الشخص الملتزم الشخص المتدين الله عز وجل يخلي بكلام نوع تأثير وهذه كلها امور الهية الله عز وجل يضع هنا تأثير وينفي هناك تأثير انا سمعت قضية من احد اصدقائنا موجود ينقل عن شخص شخص يقول انا رحت مع والدي انا وابوي رحنا الى بلدة من البلاد هم من اهل العلم يعظون ينصحون كذا يقول شننا نتكلم كلامنا الى تأثير لفترة من الزمان صار في نفوسنا شيء انه احنا هاي الانا الانانية ما شئته فسميها احنا احنا خوش ناس تمام حشينا مؤثر يقول من صار عندنا هالإحساس عقبة شفنا ما يأثر كلامنا كل ما نحشي اصلا ما الى اي تأثير ولا احد يدير لنا بال عرفنا عرفنا ان هذه غلطة كانت هذا الاحساس خطأ فتبنى تبنى اظهرنا الندم فيقول رجعت القضية عادة صار كلامنا يأثر هذا شيء قد يكون تكويني وبعدين غالب الناس غالب الناس بطبيعتهم اللي ما يريد يلتزم يتخذ فعل ذاك ذريعة يقول هو مو ملتزم خلي يقول يقول هذا فلان ينصحك يقول لا تفعل كذا يقول خلي يقول ليش هو ما ينتصح فيتخذها ذريعة حتى لا يفعل إذن من أهم الأمور حتى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤثرين أن يكون الشخص الآمر الناهي هو وفي ذاته ملتزما لكي يكون كلامه ذا تأثير وصلى الله وعلى ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر